اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المجتمع الإسلامي والمواطنة الصالحة والدرس التاني عن المشاركة التطوعية يلا كده نبدأ مع بعض درسنا الأول في البداية كده هناخد تمهيد هنا بيقول لي ايه تعرفنا في الفصل الدراسي الأول كيف نشأت الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الترمي اللي فات طبعا عرفنا ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام زهب الى يسرب وبدأ يقيم دولته الإسلامية وبعد كده اكلمنا عن عصر الخلفاء الرشيدين اللي بيشمل طبعا اربع خلفاء سيدنا اوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب عرفنا فيه ازاي تسعى عصر يعني الخلفاء الرشيدين ازاي الدولة الإسلامية بدأت ان هي تمتد وتجبر وتتوسع في عهدهم وكمان يكلمنا فيه عن الفتنة بين المسلمين اللي قدت الى مقتل الخليفة عثمان بن عفان وحدوث خلاف بين الخليفة علي بن ابي طالب ومعاوية ابن ابي صفيان والي الشام وبعد كده شفنا كمان ازاي ان سيدنا علي بن ابي طالب اه تعرض للقتل على يد احد الخوارج اه وانتهى بذلك عصر الخلفاء الرشيدين في عام اربعين هجريين هنعرف ايه بقى ان شاء الله في الوحدة دي هنكمل مع بعض تاريخ الدولة الإسلامية في العصر الاموي والعباسي وزي ما قلنا هناخد مصر فيه عصور اه الدول المستقلة اه هنتكلم عن الدولة الطلونية والاخشيدية والفاطمية والايوبية والمملكية وعصر الخلافة العثمانية زي ما احنا شايفين اهوت في الخريطة الزمنية اللي قدامنا ده عصر الخلفاء الرشيدين اللي هو بدأ من سنة 11 هجريا الى 40 هجريا بعديه جي عصر الخلافة الاموية بدأ من 41 هجريا حتى 132 هجريا يعني استمر قرابة 90 سنة او 91 سنة بعديه جي العصر العباسي والعصر العباسي بينقسم الى قسمين عصر عباسي اول وعصر عباسي تاني العباسي الاول ده اللي كان بيتميز بالقوة وتقدم والازدهار ده استمر حوالي 100 سنة من 132 لـ 232 تبعوا بقى العصر العباسي التاني اللي كان عصر ضعف ودمحلال من 232 الى 656 ونتيجة للضعف وضعف الخلافاء في العصر ده بدأت تظهر دول مستقلة زي ما قلنا احنا هناخدهم طبعا الدول اللي زهرت في مصر طبعا من اسفل كده الاعلى بداية بالدولة الطولونية بعدها الاخشدية والفاطمية والايوبية ده كله كان في عصر الخلافة العباسية بعد كده بدأ عصر اخر هو دولة المملكة دولة المملكة وحكم المملكة في مصر ثم تبعوا بعد كده الخلافة العثمانية عندما جاء سليم الاول وقضى على دولة المملك وقتل تومان باي في الريدانية واصبحت مصر ايه دولة اولاية عثمانية حتى استمر ذلك طبعا من 923 هجريا الى 1343 هجريا تعالوا كده نبدأ بقى مع بعض درسنا الاول وهو الدولة الاموية طبعا زي ما احنا قلنا التاريخ هي بدأت من 41 الى 132 هجريا و661 ميلاديا حتى 750 ميلاديا ده الفترة اللي قعدتها الدولة الاموية هناخد ايه في الدرس ده؟ قيامة الدولة الاموية واشهر خلفائها وضعفها وسقطها والفتحات الاسلامية في عصر الدولة الاموية وطبعا زي ما انتم شايفين دي هتبقى للكراءة فقط بس برضو هشرحها باذن الله وياريت طبعا هي مهمة جدا مهمة يعني احنا طبعا مش مجرد بس بنعرف المعلومة عشان نعدي بيها الامتحان هي مش تجي في الامتحان بس مهمة لك ان انت تعرفها عشان تبقى عارف يعني التاريخ الاسلامي وفتحات المسلمين وكذا تعتز بتاريخك تعالوا كده نبدأ الاول بقيامة الدولة الاموية قامت الدولة الاموية طبعا عام 41 هجريا وهي بتنسب الى امية ومن هنا جاء تسميتها بالدولة الاموية من امية ده؟ امية ده الجد الاكبر لمعاوية ابن ابي صفيان معاوية ده هو اول الخلفاء الامويين وهو مؤسس الدولة الاموية هو الاسسها طبعا هو اول خليفة جده بقى الكبير اسمه ايه اسمه امية فهما سموها الدولة الاموية نسبة اليه طب يبقى دي اول معلومة نعرفها ان الدولة الاموية سبب تسميتها بالاسم ده نسبة الى امية الجد الاكبر لمعاوية ابن ابي صفيان تاريخ تأسسها امتى 41 هجريا طب ايه اللي حصل في السنة دية؟ في السنة دية تنازل الحسن ابن علي ابن ابي طالب عن الخلافة لمعاوية ابن ابي صفيان بعد مقتل الامام علي رضي الله عنه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه على يد احد الخوارج اه اجتمع المسلمين وراحوا السيدنا الحسن وعلشان يبقى يعوه بالخلافة فهو لكن معاوية ابن ابي صفيان طبعا يعني رفض مبيعته وهو طبعا كان على عداء وخلاف معا عليه ابن ابي طالب زي ما احنا طبعا عرفنا في الترم الاول فسيدنا الحسن يعني كان رجل دين اكتر ما كانش ليه طبعا في امور الحرب والكتال والسياسة والكلام دوت فكان عايز يحقن دماء المسلمين ويحافظ على ارواح المسلمين وعلشان ما تستمرش الحروب والصراعات بين المسلمين فهو قرر انه يتنازل عن الخلافة لمعاوية ابن ابي صفيان وبيعه هو ايه واخوه الحسين الحسين بن علي يعني الحسن والحسين بيعه معاوية ابن ابي صفيان خليفة للمسلمين حقنا لدماء المسلمين وطبعا ده يعني دليل على يعني شجعته وكرمه ونبله اخلاقه وتضحيته طبعا بمنصب الخليفة في سبيل انه يحقن دماء المسلمين يعني هو مش بيسعى لرئاسة او لمنصب او لزعامة قد ما هو بيحافظ على ارواح المسلمين ودماء المسلمين حتى لا تستمر الحروف بينهما والجمع كلمة ايه المسلمين ففي العام ده هو تسمي هذا العام بعام الجماعة لان الاول مرة تجتمع كلمة المسلمين على رأي واحد واختيار خليفة واحد بعد انقسام وصراع استمر بينهم حوالي خمس سنوات يبقى المعلومة التانية اللي عرفناها ان الحسن والحسين بيعوا معاوية ابن ابي صفيان بالخلافة واشترطوا عليه حاجة اشترطوا عليه ان بعد كده يعني بعد معاوية يكون الامر شورى بين المسلمين يعني ما يبقاش النظام ايه نظام وراسي او ملكي زي ما هيحصل ده كان شرطهم اللي هنا طبعا عندنا ما المقصود بعام الجماعة هو عام واحد واربعين هجريا اجتمعت فيه كلمة المسلمين على مبيعة معاوية ابن ابي صفيان خليفة للمسلمين ولذلك سمي بعام الجماعة طب ممكن نقول حاجة ممكن نقول ماذا يحدث لو لم يبايع الحسن عليه معاوية ابن ابي صفيان يعني لو كان الحسن قبل الخلافة واستمر ايه في الخلافة كان هيحصل ايه طبعا استمرار الحروب بين المسلمين استمرار الانقسام والحروب بين المسلمين وبين الحسن ومعاوية وهكذا لكن زي ما قلتلك حقنا لدماء المسلمين كرر الحسن ان هو يتنازل عن منصب الخلافة ده لمعاوية ابن ابي صفيان عاصمة الدولة الاموية هي دمشق طب ايش معنى دمشق ليه ليه مش المدينة المنورة زي ما كان ايام الخلافاء الراشدين في عهد ابو بكره وعمر وعثمان وعليه طبعا كانت تتنالت للكوفة بس فعاد عثمان وعمر وابو بكر كانت المدينة المنورة ايه سبب انتقالها الى دمشق لان معاوية ابن ابي صفيان هو اللي كان والي على دمشق لفترة يعني بتزيد حوالي عن 20 سنة فطبعا ده احسن مكان تبقى عاصمة دولته فيه لان اهلها بيدينه له بالطاعة والولاء فلذلك اختار دمشق تكون عاصمة لدولته للدولة الاموية مدة حكمة زي ما قلنا 91 عام عدد خلافاءها 14 خليفة طبعا احنا مش هناخد الاربعتشر كلهم احنا هناخد اشهرهم هناخد اربع منهم ومعاوية ابن ابي صفيان وعبد الملك ابن مروان والوليد ابن عبد الملك وعمر ابن عبد العزيز دول اشهر خلفاء الدولة الاموية نبدأ كده بمعاوية ابن ابي صفيان طبعا قلت المؤسس الحقيقي والمؤسس الاول المؤسس الاول للدولة الاموية هو معاوية ابن ابي صفيان يعني ده المؤسس الاول لها عايزين كده نتعرف على معلومات عن معاوية قبل توليه الخلافة هو كان من كتاب الوحي ايه كتاب الوحي دول الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا كان بينزل عليه الوحي بعض ايات من القرآن فكان بعد كده بيجمع مجموعة من اصحابه وبيمليهم ما يعني اوحي له يعني الايات اللي نزلت عليه بيكتبوها علشان طبعا يعني تبقى متسجلة ما تنسيش او ما تضعش فكان من ضمن كتاب الوحي دول كان معاوية ابن ابي صفيان كمان شارك في حروب الردة ايه حروب الردة برضو نفتكرها بعد موفات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفة او بكر الصديق في مجموعة من القبائل اللي هي كانت حديثة العهد بالاسلام اول ما الرسول مات رفضوا ان هم يدفعوا الزكاة قالوا احنا مش ندفع الزكاة احنا كنا مندفعها ايام الرسول فالرسول مات خلاص يبقى مش هندفعها لابو بكر فطبعا قرر ابو بكر ان هو يحارفهم لان الزكاة ركن اساسي من اركان الاسلام ما ينفعش تبقى مسلم من غير ما تدفع الزكاة فبعت لهم مجموعة من الحروب لمحاربتهم والقضاء عليهم وكان من ضمن اللي شاركوا في الحروب دي ات معاوية ابن ابي صفيان دي برضو حاجات يعني بترفع من قدره من مكانته انه من كتاب الوحي انه شارك في حروب الردة كمان شارك في فتح الشام واصبح والي عليها عام 18 هجريا حتى تمت مبيعته بالخلافة وزي ما قلتلك بعد ما بيع بالخلافة اصبحت دمشق عاصمة ايه عاصمة للدولة الاموية خلافته تولى الخلافة عام 41 هجريا حتى وفاته عام 60 هجريا دي الفترة اللي قضاها في الخلافة خلافة الدولة الاموية ترتيبه هو اول خلافاء الدولة الاموية ايه بقى اهم الاعمال اللي ام بيها جمع كلمة المسلمين طبعا زي ما قلنا هو جمع المسلمين وتوحد المسلمين كلهم تحت ريته وتحت خلافته نقل عاصمة الخلافة من الكوفة الى دمشق وهنا السؤال زي ما قلنا احنا قلنا العاصمة في البداية كانت في المدينة المنورة في عهد الرسول وفي عهد ابو بكر وفي عهد عمر وعثمان اما في عهد علية ونقالها الى الكوفة ثم جاء معوية ونقالها الى دمشق طب هنا نقول بما تفسر حتى يكون بين مؤيدي احنا لسه قايلين طبعا ان معوية كان والي الشام ودمشق دي عاصمة ايه عاصمة الشام فهو الاحسن طبعا ان هو يكون في مكان الناس اللي فيه بيحبوه مؤيدين وعارفين وكذا يبقى الاجابة حتى يكون بين مؤيدي من ضمن الاعمال ايضا ان هو انشأ ديوان الخاتم طب السبب هنا هو حفظ وختم مراسلات الخليفة علشان ما حدش طبعا يعني يزور فيه هزي المراسلات وتتحفز فكان انشأ هذا الديوان علشان تحفظ فيها مراسلات الخليفة انشاء نظم البريد او انشأ نظم البريد وادخل نظام الوراثة في الحكم وهنا بقى طبعا هو خالف كلامه مع مين مع الحسن والحسين لانه هما لما يعني تنازلوله عن الخلافة اشترطوا عليه ان النظام يكون شورى بعده يعني بعد كده بعد ما هو مثلا يموت يبقى النظام شورى بين المسلمين وهما يختاروا اللي هما عايزينه لكن هو غير كلامه ده او غير اتفاقه ده بانه ادخل نظام الوراثة في الحكم لما اخذ الوراثة او اخذ الولاية لابنه ايه لابنه يزيد يعني اثناء حياته لما اقرب كده حاس انه قرب وفاته فهو ايه اخذ المبيعة لابنه من المسلمين اثناء حياته فاول ما مات طبعا ابنه يزيد هو اللي تولى ايه الحكم بعده واصبح النظام نظام مراسي واصل حركة الفتحات الاسلامية استكمل برضو حركة الفتحات الاسلامية اللي بدد طبعا يعني في ايام الوقلافة الرشدين وهو استكملها اهتم بالبحرية الاسلامية واهتم بالعمران وشيدت في عهد مدينة القيروان دي اهم الاعمال اللي قام بيها معاوية ابن ابي سفيان طب هل احنا هنحفظ الاعمال دي هل هي مهمة مهمة طبعا ولازم تحفظها وتحفظها كلها معلش يعني هي كتير شوية بس لازم تحفظها كلها لان بيجيلك اعمال وقولك مين اللي عمل العمل ده فانت لازم ان تكون عارف يعني طبعا عندنا هوات اربع ايه اربع خلفاء فلازم تعرف كل خليفة اهم اعماله ايه كانت اهم اعمال معاوية ابن ابي سفيان نكمل كده مع بعض ونشوف الخليفة التاني هو عبد الملك ابن مروان عبد الملك ابن مروان طبعا هو مش الخليفة يعني مش ترتيبه التاني هو ترتيبه الخامس خامس الخلفاء خلفاء الدولة الاموية تمام بس طبعا احنا قلنا احنا مش هناخدهم طبعا كلهم بالترتيب احنا بناخد الاشهر فعبد الملك ابن مروان يعتبر المؤسس التاني يبقى معاوية كان المؤسس الايه لكن عبد الملك المؤسس الثاني للدولة لأن في الفترة اللي سبقته كان فيه خلافات وانقسمات ونزاعات فهو قضى على هذه الخلافات وجمع ثاني صفوف المسلمين ووحدة المسلمين وعاد الأمن والاستقرار للدولة الأموية والدولة الإسلامية فيعتبر هو المؤسس الثاني للدولة الأموية تولى الخلافة عام 65 هجريا حتى وفاته سنة 86 هجريا دي فترة تولي الخلافة يعني كده قعد كم سنة تقريبا 21 سنة حوالي 21 سنة من 65 إلى 86 وزي ما قلنا ترتيبه الخامس بين الخلافات الأمويين طب نشوف أهم أعماله طبعا زي ما احنا شايفين عمل حاجات كتير جدا قضى على الفتن وقعد الاستقرار للدولة الإسلامية زي ما قلت في البداية لذلك اعتبر المؤرخون عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدولة الأموية فده سؤال ما يقول لك ليه المؤرخين بيعتبروا للمؤسس الثاني لأنه قضى على الفتن وقعد الاستقرار للدولة الإسلامية أمر بتنقية المصحف يعني ايه تنقية المصحف؟ يعني وضع النقاط على الحروف وده طبعا حتى يسهل قراءته على حديث العهد بالإسلام يعني قبل كده كان الكلمات بتتكتب بدون نقط من غير ما نحط عليها نقط في المصحف يعني فهو في عهده علشان ما يحصلش اختلاف في القراءة والناس اللي حديثة العهد بالإسلام واللي هتيجي بعديه وكده يعني ممكن يحصل لخبطة أو اختلاف في القراءة فهو أمر بتنقية ايه المصحف؟ يبقى لما يجيلك سؤال ليه عبد الملك بن مروان أمر بتنقية المصحف؟ نقول حتى يسهل قراءته على حديث العهد بالإسلام أهم أعماله عرب الدووين أيضا من ضمن أهم أعماله أنه عرب الدووين يعني ايه تعريب الدووين؟ يعني جعلها باللغة العربية جعل لغة الكتابة بها العربية أمال هي كانت بتكتب بايه؟ كانت بتكتب بلغات الدول اللي هم فتحوها البلاد اللي هم فتحوها كانت بتستخدم فيها اللغة الدولة يعني مثلا لغة الفارسية في بلاد فارس فهم علشان ينشروا اللغة العربية أكتر ويشجع على تعلمها قام بتعريب الدووين وده عمل مهم جدا كان ليه نتائج طبعا عظيمة وهو يعني قسر التعلم اللغة العربية من غير العرب وانتشار اللغة العربية درب العملة الإسلامية درب العملة الإسلامية بعد أن كانت رومانية أو فارسية يعني بقى فيه عملات للمسلمين كانت العملات اللي كانت بيستعملوها قبل كده إما رومانية أو فارسية لكن في عهده تم درب العملة إسلامية يعني صناعة العملات بقى فيه عملات فضية وزهبية يعني للمسلمين عليها خليفة اسم الخليفة وعليها استنى اللي اتعملت فيها ويعني الشهادة الإسلامية أنشأ مسجد كبة الصخرة في بيت المقدس عمل مسجد كبة الصخرة وكلنا طبعا عارفين وبنشوفه كتير دي صورة مسجد كبة الصخرة أهو وطبعا هنا العملة الإسلامية أهو عليها هنا الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيبقى في الجانب الآخر اسم الخليفة اللي اتعملت في عهده استنى واصل حركة الفتوحات الإسلامية واصل حركة الفتوحات الإسلامية برضو طبعا احنا عارفين أن معاوية كان استكمل حركة الفتوحات الإسلامية فهو برضو كل خليفة كان بيجي كان بيحاول أنه هو يوسع دولته يعني لأقصى قدر ممكن دي أهم أعمال عبد الملك ابن مروان يبقى كده شفنا طبعا عبد الملك ابن مروان بسرعة كده أنه رجع عليه تاني هو يعتبر المؤسس التاني للدولة الأموية وليه هو المؤسس التاني لأنه قضى على الفتن وعاد الاستقرار للدولة الإسلامية اتولى سنة كام؟ سنة 65 هجريا حتى 86 هجريا هو ترتيبه الخامس خامس الخلفاء الأمويين أهم الأعمال اللي قام بيها أنه هو زي ما قلنا قضى على الفتن أمر بتنقط المصحف عرب الدواوين ضرب العملة الإسلامية أنشأ مسجد كبة الصخرة في بيت المقدس واصل حركة الفتحات الإسلامية وشفنا طبعا صور مسجد كبة الصخرة وقادي صورة كمان للمسجد كبة الصخرة طبعا موجود في فلسطين وطبعا من المساجد اللي هي مشهورة جدا القبة بتاعته ديت معمولة بالذهب يعني قبته ديت كلها زي ما انتوا شايفين كده في الصورة معمولة ايه؟ معمولة بالذهب نكمل كده مع بعض ونشوف الخليفة الآخر يعني التالت عندنا طبعا هو الوليد بن عبد الملك الوليد ده هو الخليفة السادس يعني هو اتولى بعد عبد الملك بن مروان على طول العصر بتاعه سمي بالعصر الزهبي العصر الزهبي للخلافة الأموية طوال الخلافة عام 86 هجريا حتى وفاته سنة 96 هجريا يعني استمر حوالي 10 سنوات ليه بقى اصمي عصر بالعصر الزهبي للدولة الأموية؟ لانه اهتم بالعمران وبنى المسجد الأموي بدمشق وبرضو ادي صورة عندنا للمسجد الأموي بدمشق زي ما احنا شايفين قد ايه طبعا مسجد عظيم جدا وجميل جدا كمان بنى عاد بناء المسجد النبوي بالمدينة المنورة عاد بناء المسجد النبوي بالمدينة المنورة المسجد النبوي اللي كان موجود ايام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلافة الرشدين هو قعد بناءه مرة اخرى وكمان وسع الحرم المكي بمكة المكرمة علشان يستوعب اعداد اكبر من الحجاج مهد الطرق وحفر الابار دي برضو من الحاجات العظيمة جدا اللي هو عملها اهتم بالفتحات الاسلامية ووصلت الجيش المسلمين في عهده الى بلاد الاندلس غربا واقليم السند شرقا يبقى المسلمين وصلوا في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك للاندلس غربا والسند طبعا شرقا يعني اتساع عظيم جدا ولذلك طبعا يحق لنا ان احنا نقول ان عصره يعتبر العصر الزهبي للخلافة الاموية اهتم بتقديم خدمات اجتماعية للناس كرعية المرضى والمعاقين والفقراء نتكلم دلوقتي عن الخليفة عمر بن عبد العزيز وسمي بالخليفة الزاهد كان بيطلق عليه الخليفة الزاهد او فيه برضو يعني اطلق عليه خامس الخلفاء الرشدين يعني لقب خامس الخلفاء الرشدين احنا عارفين ان الخلفاء الرشدين عددهم اربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فعمر بن عبد العزيز المؤرخين سموه خامس الخلفاء الرشدين ليه؟ لان عهده كان يعني يشبه عهد الخلفاء الرشدين وكان بيتسم بالزهد الشديد جدا والورع والتقوى والخوف الشديد من الله فكان قريب بصفات الخلفاء الرشدين كان مختلف تماما عن خلفاء العصر الاموي اللي كانوا عايشين حياة من الطرف بقى والبزخ والكسور الفخمة وهكذا تولى الخلافة عام تسعة وتسعين هجريا حتى وفاته عام مية واحد هجريا يعني فترة وليته يعني كانت حوالي ايه؟ حوالي سنتين ونص بالزبط يعني ما كملش ثلاث سنوات حوالي سنتين ونص اللي اضاهم في خلافته ورغم ذلك ورغم قسر فترته دي الا انه عمل عمال عظيمة جدا اولا هو ترتيبه تامن خلفاء الدولة الاموية احنا قلنا الخلفاء 14 هو ترتيبه في التامن الخليفة التامن عمله ايه بقى؟ حافظ على المال العام حيث اعاد ما وهب له من اموال هو وزوجته لبيت المال يعني الاموال اللي كانت موهوبة ليه والزوجته ولبني امية يعني رجعها تاني لبيت المال طلب من بني امية ارجع ما اخذوه لبيت المال عينوا الاولاء اتصفوا بالتقوى والصلاح وحسن السيرة اهتم بالعمران وانشأ المساجد ومهد الطرق وحفر الابار استصلح الاراضي فعمة الخير كان الخير في عهده يعني كبير جدا وكانت الخزائن بتكتنس بالاموال يعني كان لدرجة انهم ما كانوش عارفين يصرفوا الاموال فين يعني ما كانوش لقيين ما كان يحطوا فيه او يشيلوا فيه الاموال في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز حتى انه هو قال لهم نادوا في الشوارع اللي عايز يتجوز من الشباب ومش قادر نجوزه اللي عايز يحج نحججه اللي عليه دين احنا ندفعه له الدولة تدفعه له يعني زي ما قلتلك كان عهده عهد خير ورخاء وازدهار كبير جدا نشر الاسلام في البلاد المفتوحة بالقدوة والموعزة الحسنة وترتب على ذلك ان عدد كبير جدا دخل في الاسلام دخول الناس في دين الله افواجا بسبب طبعا يعني لانه هو اتبع ايه اتبع القدوة والموعزة الحسنة في نصره للاسلام كده شفنا اهم اعمال الخليفة عمر بن عبد العزيز هنا برضو السؤال اللي احنا قلنا عليه من شوية اطلقه على عمر بن عبد العزيز خمس الخلفاء الرشدين السبب طبعا ما عرف عنه من العدل واستشاراته للعلماء في امور الدولة واعمال التي قم بها لصالح الدولة الاسلامية وفيه برضو معلومة حابة اقولها لكم ان عمر بن عبد العزيز دوت يبقى حفيد عمر ابن الخطاب حفيد عمر ابن الخطاب يعني جاي من ناس لسيدنا عمر ابن الخطاب حتى ان هم سموه عمر نسبة لإيه لجده عمر ابن الخطاب فطبعا هو كان بيتميز او يعني كان واخد صفات من جده عمر العادل والرحمة والزهد طبعا والتقوى والورع وطبعا ده قدى الى انتشار الرخاء والعدالة ايه الاجتماعية كده شفنا الخلفاء الرشدين تعالوا بعد كده نشوف ضعف وسكوت الدولة الاموية اسباب ضعف الدولة الاموية وسكوتها بيرجع الى تولى ستة خلفاء ضعفاء بعد عمر ابن عبد العزيز احنا قلنا عمر كان في الخليفة الثامن جي بعد دي ايه جي بعد دي ستة خلفاء الستة للأسف كانوا خلفاء ايه ضعفاء فما قدروش حفزوا على وحدة البلاد وامنها واستقرارها ولذلك ضعفة الدولة في عهدهم وانهارت كان اخر الخلفاء الستة دول مروان ابن محمد وده اخر خليفة اموي وده اللي سقطت في عهد الدولة الاموية مروان ابن محمد احفظ الاسم ده كويس اوي السابد الثاني ضعف الامراء والصراع بينهم نتيجة تعيين اتنين في ولاية العهد كان بيتم طبعا تعيين اتنين في ولاية العهد فده كان بيقدي الى حدوث تصارع يعني خلاف بين الامراء بعضهم وبعض يعني اصفراد البيت الاموي نفسهم البيت الاموي الواحد كان فيه بينهم ونفسة وصراع وده طبعا كان سبب من اسباب ضعف الدولة يعني ما كانوش متحدين مع بعض لا ده كانوا بينفسوا بعض ويصرعوا بعض ويكيدوا لبعض ليه علشان يقدر يعني يوصلوا للحكم لان الولاية كانت بتبقى ايه لتنين يعني مثلا الاب لو عنده ولدين فكان يوصي الولد منهم بالحكم وبعديه بعد ما يموت يبقى الولد التاني يبقى الاخو يعني فطبعا اخوه بقى التاني ده كان بيتمنى سرعة زوال حكم اخوه الاول والخليفة حتى يحصل هو على الحكم وكان ممكن يدبر له مكائد يعني ممكن للدرجة انهما ممكن مثلا يعني يوصل للاتل حتى السبب الثالث الصراع بين القبيلة العربية الصراع بين القبيلة العربية على النفوذ والمناصب المهمة ده برضو اضعف الدولة الاموية كراهية الموالي للامويين مين هم الموالي دول دول اللي دخلوا الاسلام من غير العرب من البلدان المختلفة الموالي هم الذين دخلوا الاسلام من غير العرب من البلدان المختلفة كان بيطلق عليهم اسم الموالي فالموالي دول كانوا بكرهو الامويين طب ايه سبقرهم للامويين لأنهم كانوا بيرون أن الأمويين يفضلون العرب عليهم يعني لو فيه منصب مثلا مهم كان الأمويين بيفضلوا أنهم يولوا المنصب ده للعربي مش لأحد الموالي بصرف النظر بقى عن خبراته قدراته فده خل الموالي يكرهوا حكم الأمويين وطبعا هنا مفيش مساواة ومفيش عدل ربنا قال إيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا فرق العربيين على أعجامين إلا بالطقوة يعني مدام الأعجام دوت أو غير العربي دخل الإسلام يبقى في الحالة ديت ليه نفس حقوق المسلم وعليه نفس واجبات المسلم لكن هنا الأمويين فرقوا بين الموالي اللي هما دخلوا الإسلام من غير العرب وفرقوا بين إيه بين العرب الأمويين فكانوا بيفضلوا الأمويين عليهم أو العرب عليهم ده طبعا ترتب عليه قراهية الموالي للأمويين من ضمن الأسباب أيضا قصرة الفتن والصوارات التي يقوم بها الشيعة والخوارج الشيعة والخوارج دولت اللي هما كانوا بيروا أن يعني علي أو أبناء علي هما الأحق بالخلافة فطبعا كانوا يعني مش معطرفين بخلافة الأمويين وكانوا دائما بيقوموا بإصارة الفتن في الدولة الأموية وفي الدولة الإسلامية والقيام بالصوارات المستمرة فده أيضا أدى إلى ضعف وسقوط الدولة الأموية دي كده أسباب ضعف وسقوط الدولة الأموية زي ما شفنا طبعا بنحفظها عشان ده من الأسئلة برضو المهمة أيضا كان من ضمن أسباب ضعف وسقوط الدولة الأموية الدعوة العباسية ودي قضها أبو مسلم الخرساني وده كان من الموالي حتى تمكن العباسيون من هزيمة الأمويين في معاركة الزاب عام 132 هجريا يبقى فيه واحد اسمه أبو مسلم الخرساني ده كان أحد الموالي يعني كان غير عربي دخل الإسلام وهو من غير العرب كان طبعا بيتحالف مع العباسيين وكان هو السبب في القضاء على الدولة الأموية وإقامة الدولة العباسية يبقى الدعوة إلى الدولة العباسية قضها مين أبو مسلم الخرساني وقدر العباسيين أنه هم يهزموا الأمويين في المعاركة دي معاركة الزاب عام 132 هجريا طبعا نحفظ اسم المعاركة وترتب على ذلك قتل آخر الخلفاء الأمويين وزي ما قلناه مروان بن محمد اتقتل في مصر طبعا هو هرب ويعني لجأ إلى مصر ولكن العباسيين استمروا وراه لغاية لما وصلوا له وقتلوا وبقتله طبعا انتهى عصر الخلفاء الأمويين ومبيعة عبد الله بن محمد بن علي اللي لقب بأبو العباس خليفة للمسلمين ليعلن قيام الدولة العباسية وسقوط الدولة الأموية بكده بنكون خلصنا درسينا النهاردة ده طبعا عندنا تدريب على الدرس وعلى الجزء اللي احنا خدناه انا هسيب لكم التدريب ده واجب تحلوه انته تمام هتلاقوا طبعا كل المعلومات دي احنا قلناها في أثناء الحلقة هنا طبعا عندك مجموعة من البطاقات لبعض الخلفاء الأمويين هنضع عمل من الأعمال الاتية في البطاقة يعني هنشوف الخلفاء اللي احنا خدناه معاوية وعبد الملك والوليد وعمر ودي أعمال أمو فيها فاحنا بنشوف كل واحد أم بايه ونحط العمل بتاعه تحته يعني بناء المسجد الأمو في دمشق وبنشوف مين اللي عمل كده وبنحطه طبعا طبعا بناء المسجد الأمو في دمشق ده مين طبعا هنا الوليد ابن عبد الملك فبنحطه طبعا هنا في يعني أو بنكتب حتى الرقم بتاعه هنا رقم واحد هنا وهكذا انشأوا مسجد كبة الصخرة طبعا هو عبد الملك ابن مروان فبنحط هنا رقم اتنين عرفنا الطريقة دي هتبقى ايه طريقة الإجابة بعد كده طبعا أسئلة بما تفسر تسمية عام واحد واربعين بعمل جماعة بنذكر طبعا السبب يعتبر عبد الملك ابن مروان المؤسس التاني للدولة الأموية برضو احنا قلناه أثناء الشرح دعا فسكوت الدولة الأموية بنذكر الأسباب على الأقل طبعا بنكتب يعني أربع أسباب احنا قلنا ستة بنكتب أربعة من ما النتاج المترتبة على معركة الزاب عام ١٢٢ هجريا معركة دي طبعا زي ما قلنا اللي كانت بين الأمويين وبين ايه العباسيين وانتصر فيها العباسيين وقضوا على الدولة الأموية بكده بنكون خلصنا درسنا النهاردة أشوفكم على خير بإذن الله في الحلقة القادمة مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة